عقد مركز البلاغي دار العلم للسيد الخوئي قدس سره في النجف الأشرف ندوة لاستذكار شهداء الحوز العلمي إبان حقبة النظام البائد شهدت الندوة حضور شخصيات رسمية ودينية حيث جرت مناقشة السبل المثلى لإحياء ذكراهم والتعريف بسيرتهم وتضحياتهم الكبيرة ثلاثة وثلاثون عاما لم تكن كفيلة بنسيان جرائم النظام البائد إبان الانتفاضة الشابانية عقب اعتقال زعيم الحوزة العلمية السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره وأكثر من مائة وعشرين طالبا من طلبة العلوم الدينية والمجتهدين قيب معظمهم في السجن وأعدموا ومن أجل إحياء ذكراهم أقام مركز البلاغ مؤسسة دار العلم في النجف الأشرف ندوة استذكارية للسيرة وتراث هؤلاء الشهداء والتعريف بمظلومهم المشاركون أكدوا أن مهمة استذكار الشهداء والعلماء مناططهم بالمؤسسات المعنية التي تعمل على تبني البرامج الفاعلة لتخليد تضحياتهم بنشرها في المناهج الدراسية بالتعون مع المؤسسة التربوية والأكاذبية واجب المؤسسات الثقافية والعلمية بأن تستذكر القامات الكبيرة والشخصيات التاريخية التي قدمت التضحيات في مجابهة نظام البعث نحن في مؤسسة الشهداء بصراحة لدينا اهتمام كبير بتفعيل جرائم البعث استذكار جرائم البعث بشكل مستمر وكذلك تخليد التضحيات وعملنا بضغط كبير جدا على وزارة التعليم العالي ووزارة التربية من أجل تفعيل وتدريس من هات جرائم حزب البعث الذي تم تدريسه في الجامعات العراقية الحكومية والأهلية في هذا الموسم الدراسي وايضا وزارة التربية ان شاء الله ستقوم بتدريس من هات جرائم حزب البعث في كافة المراحل الدراسية في وزارة التربية في العام القادم ان شاء الله لفضائية كربلا اكرم يوسف العيداني النجف الاشرف